العراقيين يأملون في تحسين أوضاعهم المعيشية فهل راح تغير الانتخابات البرلمانية القادمة واقع حياة المواطن العراقي إلى الأفضل؟ هل راح تتكرر نفس الوعود ونفس الشخصيات؟ وهل راح يصدقها المواطن العراقي؟ وإذا ما شارك المواطن بالانتخابات، إش راح يصير؟ هل راح تغير شيء لو يرجعون نفسهم إلى أماكنهم باعتبار إمكانية حساب نتائج الانتخابات حتى لو كانت نسبة المشاركة 10% حيث أنه 24 مليون عراقي من بين 36 مليون نسمة هو عدد سكان العراق اللي حق لهم التصويت بالانتخابات القادمة وتجرى الانتخابات في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات البلاد وينتخب كل منها بين 7 إلى 34 نائب استناداً إلى التعداد السكاني فشنو هي المعايير اللي تحدد اختيارك للمرشحين؟ هل هي الطائفة، أم العشيرة، أم الاتجاه السياسي، أم نظافة اليد، أم معايير أخرى؟ هل تعتقد أنه البرلمان الجديد راح يضم قوى جديدة بخلاف القوى المتنفذة الموجودة حاليا؟ هل راح يحقق البرلمان المنبثق عن هاي الانتخابات تمثيل حقيقي لجميع العراقيين؟ ونظمت المفوضية العلية المستقلة للانتخابات قرعة أرقام التحالف والأحزاب السياسية اللي قدمت للمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة في فندق الرشيد بحضور رئيس وأعضاء مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي التحالفات والأحزاب السياسية وجمهور غفير من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين مع ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات المراقبة المحلية والدولية وانتهت القرعة بعدما انسحب كل ممثل للتحالف والحزب اللي يمثله وكشف عضو مجلس مفوضية الانتخابات عن وجود خطأ حدث في قرعة توزيع الأرقام للقوائم الانتخابية وأن عدد القوائم 59 قائمة والأرقام كانت 60 ما يشير إلى أن هناك حزب لم يدرج اسمه بالقوائم عموما هاي ما راح تشكل مشكلة وإذا يظل الخطأ محصور بهذا الجانب فهاي رحمة من الله لكن نتمنى ويتمنى المواطن العراقي أن ما تتكرر الأخطاء السابقة الكارثية اللي دمرت موازنة البلد وكلفته مليارات الدولارات واللي حطمت الصناعة المحلية والإنتاج المحلي والزراعة وساهمت في انتشار الفقر والبطالة وأزمة السكن وتراجع مستوى التعليم وتراكم الديون الخارجية وانعدام الخدمات فبالتالي عيون المواطن تترقب إلى القادم وتريد أن يتغير شيء فعسى ولعله يتغير هذا المضمون والشكل اللي يبحث عنه الناخب شكرا